أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها سلمت مليونا ومئتين وستين ألف جرعة من لقاحات شلل الأطفال إلى غزة مشيرة إلى أن أربعمائة ألف جرعة إضافية ستصل القطاع قريبا وأكدت المنظمة أنه تم تدريب أكثر من ألفين عامل صحي وعمل توعية مجتمعية على توفير التطعيم مشددة على أهمية أن تصل نسبة التغطية التي توفرها حملة التطعيم في كل جولة إلى 90% لوقف تفشي المرض ومنع انتشاره على المستوى الدولي وأكدت المنظمة أن رضيعا واحدا على الأقل أصيب بالشلل بالفعل بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في أول رصد لحالة إصابة بالمرض في القطاع منذ 25 عاما اشتركوا في القناة